تشير دراسات إدارة السير المركزية من الخمس سنين وجاي حوادث السير في تناقص ومع ذلك كل 24 ساعة يقع 9 حوادث دهس فأينا نحن من الأرقام العالمية اليوم رح تكون معانا الملازم أول سهى البلاونة من إدارة السير المركزية لحتى نعرف تفاصيل أكثر صباح الخير ست سهى صباح أهلا وسهلا بحضرتك أهلا فيك نتفرج أنا وياكي على أرقام بالفعل ملفتة للنظر بالنسبة لدراسات إدارة السير المركزية يعني أنه نحن من 2007 إلى 2012 واضح أنه حوادث السير في تناقص عدد الوفيات في تناقص وحتى الإصابات في تناقص هلأ شو السبب إنها من 2009 إلى 2012 بهالتناقص هذا؟ طبعا في البداية بحب أحكي صباح الخير للجميع وبحب أشكر قناة رؤية على مشاركتها إلينا في العملية المرورية دائما وبحب أشكر برنامج دنيا يا دنيا والقائمين عليها على الإصطافة الطيبة بالنسبة لتناقص وفعلا فيه تناقص في الحوادث المرورية كعدد حوادث وكعدد وفيات طبعا يعود السبب إلى إجراءات المشددة لاتخذتها الإدارات المرورية بجميع أنواحها في مدرية الأمن العام مثلا زيادة عداد الدوريات على الطرق الخارجية زيادة مرتبات الشرطة في داخل عمان ودأب والمحافظات المملكة بشكل عام كذلك الإجراءات التوعية المتبعة من قبل أيضا الإدارة السير المركزية والمعهد المروري أنه زادت مستوى الثقافة المرورية لدى المواطنين ومستخدمي الطريق هذا كلها كانت أسباب قدت إلى انخفاض أعداد الحوادث المرورية والحمد لله كانت نتائجها أيضا وفيات الجرحة كان في تذبذب يعني بس بالأغلب يعني كمجمل هي في تناقص كمان مستمر هلأ مثلا في معايير شو المعايير الدولية اللي بتستعملوها يعني شو المعيار الدولي لحتى نحن نقارن الأردن بالنسبة لبقية دول العالم احنا في عنا معيارين دوليين نستعملهم في دراساتنا وفي تحديد موقع الأردن بالنسبة لدول العالم المعيار الأول اللي هو وفاة لكل مئة ألف نسمة نقدر نعرض هاي عبل ما حضرتك نقدر ناخد هاي الصورة اللي هي فيها المعايير الدولية وفيها ساعة فيها مؤشر بالأرقب مؤشر زمني وفاة لكل مئة ألف نسمة وفي عنا وفاة لكل عشر تلاف مركبة طبعا احنا بنعرف أنه أعداد السكان في كل دولة بتختلف أساحة بتختلف أعداد المركبات مختلفة فهذا كان يعني مؤشر ونسبة بتعطيني موقع كل دولة وين بالنسبة للدول الأخرى المؤشر الزمني الموجود بالأسفل هو أيضا بيعطيني فكرة عن كيف طبيعة الحوادث اللي بتقع يوميا في المملكة فكل أربعة وسبعة بالعشر دقيقة يقع حادث سير طبعا هو بصراحة هذا يعني شيء مهول يعني احنا بنحكي أربعة وسبعة بالعشر دقيقة يقع حادث سير في الأردن في الأردن كتير شيء كبير كل تلاتة أو واحد وثلاثين أو كل تلاتين دقيقة بيقع شخص مصاب نتيجة حادث مروري كل أربعة وعشرين ساعة يقع حادث دهس يعني في اليوم كل أربعة وعشرين ساعة تسعة وواحد بالعشر يقع تسعة حوادث دهس وكل أربعة وعشرين ساعة بيتوفى 2.2 شخص نتيجة حوادث المرور فيعني إحنا بنقبل أنه هالأرقام في المستقبل وين بيجي موقعنا بالنسبة للدول العالم نحن موقعنا تقريبا نحكي يعني متوسط مش إحنا مع الدول المتقدمة جدا اللي فيها حوادث ونسبة الحوادث منخفضة ولا إحنا مع الدول برضو يعني إحنا معتبر نفسنا في موقع متوسط بين دول العالم نتيجة هدول المعيار الموجودين لنا متوسط يعني نعم متوسط طب هلأ بنا نشوف بالنسبة للعادة بتيجي شكاوي من أشخاص أو مثلا مناطق مرورية بتكتر فيها الحوادث بتكتر فيها المشاكل المرورية كيف بتتعاملوا معها هل تستنوا يجي شكوى من الموقع المعين وبعدين بتشتغلوا عليها هلأ بالنسبة للمواقع اللي بتشهد مشاكل مرورية بيأتي إحنا هاي معالجتها ضمن محور التنصيق مع الشركاء اللي هو أحد محاور الخطة الاستراتيجية لإدارة السير المركزية طبعا تردنا هاي الشكاوي بطرق مختلفة ممكن تيجينا بطريقة رسمية من خلال مديرية الأمن العام أو أي جهة رئيسية يعني رسمية أخرى ممكن تردنا الشكاوي عن طريق المواطنين بشكل مباشر إنه بيجي على إدارة السير بيقدم شكوى مباشرة أو بعد الهاتف أو عن طريق الإيميل يعني ممكن تردنا بكل هاي الطرق الشكاوي في عنا رابط على موقع إدارة السير رابط عن الأقتراحات والشكاوي ممكن أي مواطن بيحس إنه في شكوى أو مشكلة مرورة في منطقته أو حيه أو في المكان اللي بيشتغل فيه يبعتلنا فيها وإحنا مباشرة بنقوم بإجراء اللازم في هذا الخصوص طبعا مجرد وصول هاي الشكوى هي عادة تحول إلنا لقسم الدراسات بيتم تشكيل لجان مع الجهات المختصة صاحبة العلاقة اللي هي عادة بتكون وزارة الأشغال العامة وزارة البلديات وزارة النقل وزارة أمانة عمان الكبرى هي التنظيم النقل البري وأيضا الإدارات المرورية اللي بتتبع لمدارية الأمن العام طبعا هذول كليات وإحنا بنعتبرهم شركاء استراتيجين إلنا في العملية المرورية لأن أهدافهم تتقاطع مع أهدافنا والواجبات اللي بيكونوا فيها أيضا بتحقق أهدافنا الرئيسية اللي هي تقليل عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير فبنشكل لجنة حسب طبعا الموقع هو لأي جهة يتبع إذا كانت صاحبة الموقع هي أجهة الأشغال بنطلع مع منذبين من الأشغال إذا للأمانة بنطلع مع الأمانة بلديات مع البلديات الآن بيقوم المهندسين من جهتنا ومن طرفهم بدراسة الموقع ووضع الحلول الفنية والهندسية المناسبة حسب طبيعة الشكوى وبما أنه الجهة صاحبة الإختصاص معنا في الموقع فبيكون التنفيذ أسرع أنه يتم رفع المباشرة التوصيات اللي تم التنسيب فيها إلى التنفيذ ويتم متابعتها إلى أن يتم تنفيذها حشان هيك طيب إحنا هلأ في عنا مادة فيلمية منشوفها مع بعض ومنتابع حوارنا مع الملازم أول لسوها البلاوني من إدارة السير المركزية هم بعملوا على تنظيم وتسهيل حركة المرور في الميدان عادةً بيكون في مواقع بحطة القبائل السير من الشرطة النسائية في مواقع أو مفاصل مهمة في العاصمة عمان عادةً بيضع على الميادين الميدان الداخلية المدينة الرياضية في الميادين الرئيسية وهي تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في هذا المجال ويعني هي طبعاً وصراحة شغلها لقى استحسان من المواطنين ومجهودها واضح ومبين وما في أي مشكلة كأنها كأنثى تعمل في هذا المجال ما حسنا أنه في أي عائق بالنسبة لها باستثناء الظروف الخاصة التي الإدارة تحلها أول بأول بدون أي مشاكل الظروف خاصة زي شو مثلاً؟ يعني مثلاً مرات أنه واحدة يعني بتكون تخطب تتجوز فبسرع أنتها ظروف معينة مثلاً في بيتها في طبيعة العمل فبيحاولوا دائماً أن يجدوا لها طريقة مريحة لدوامها إذا كانت ساكنة في منطقة ورحلة على منطقة ثانية برضو بيراعوا هاي بيراعوا الظروف المنتقال لأنه عدداً هي تتبع مثلاً الزوج أدي عدد شرطيات المرور رقيبات السير رقيب سير هلأ نحن ما من أنث رقيب سير من الشرطة النسائية أدي عددهم بالأردن؟ هلأ هم عندنا تقريباً 100 عددهم 100 بيعملوا على شفتين شفت صباحي وشفت مسائي بمعدل 20 بنت في كل شفت بالإضافة إلى أنه دوريتين في عنا دوريتين بيقوموا هاي دورية هاي السور المعنى دورية طبعاً الطاقم الدورية بالكامل هو من الشرطة النسائية سائق الدورية وكيل الدورية والمساعد بيكون بكل إجراءات الإيقاف الآمن والمخالفة طبعاً بيكون معهم رادار بيخالفوا سرعة وكل الإجراءات تبع المخالفة بيعملوها بكل سلاسة وسهولة وبحرفية وإتقان أيضاً في عنا بنات بيشتغلوا سائق دراجة في بعضهم في عنا دنتين سائق دراجة طبعاً كان العدد أكبر بس لظروف معينة برضو انخفض عددهم فصف عنا سائق دراجة وفي عنا سائق ونش وفيه كمان رقباء سير اللي هم المشال اللي حكيت لك عنهم اللي بتوزعوا على الميادين الرئيسية يبشغلهم عم بيكون بالميدان زي ما عم بنشوفه كمان بعمليات بغرفة غرف العمليات طبعاً الشرطة النسائية عنا في إدارة السير المركزية بينقسم عملها جزئين الجزء ميداني وجزء مكتبي الجزء الميداني اللي هذا اللي عم بنشوفه الجزء المكتبي فيه عندنا بغرفة العمليات بتلقوا المكالمات اللي بتيجي من المواطنين عن الحوادث السير أو أي مشكلة في الشارع وفيه كمان شرطة نسائية في العلاقات العامة بيقوموا بإعطاء المحاضرات طبعاً إحنا أو محور التوعية المرورية محور مهم جداً 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 يعني بحب أركز عليه هاي كتير في العمرية المرورية لأنه إحنا هدفنا بالأول والأخير في الإدارات المرورية بشكل عام هو تعديل السلوك المروري لدى المواطنين وتعزيزه عند الأطفال والجيل الناشئ منذ الصغر فبيكون بقسم العلاقات العامة عن طريق الشرطة النسائية الموجودين عندنا بإعطاء محاضرات للمدارس للجامعات بس طبعاً كتير بيركزوا أكتر شيء على المدارس وصن بحاولوا يبعتوا للبنات يعني على المدارس الأطفال لأنه بتحس الطفل بتلقى من البنت بطريقة كتير أسهل وألطف وبترتخ المعلومة عنده أكتر ما يكون شخص يعني رجل ممكن عندها أسلوب بتواصل فعال أكتر مع الأطفال وحتى هي يعني الوسائل التي تستعملها بتستعمل وسائل الإيصال معلومة كتير جيدة كمان في عنا في العلاقات العامة يعني براعه كل شرائح المجتمع يعني حتى واحدة علموها لغة الإشارة وأصبحت تتروح على مراكز اللي سم والبوكم تعطيهم محاضرات مرورية بلغة الإشارة فإحنا منحاول دائما أنه نلبي طلبات كل كافة شرائح المجتمع اللي حوالينا فيه كمان أسمح لي أكمل يعني بالنسبة للشرطة النسائية موجودة عنا كمان في التحقيق المروري شرطة نسائية بقيمهم بعمل الكروكات المرورية وتعبئتها وفيه بقسم الدراسات عندنا مهندسات كلياتنا طبعا نتخصصنا نقل ومرور يعني نقدر نحكي أنهم متخصصين في هذا المجال عشان نعرف نواكب الحركة اللي حولينا وضع الحلول والتوصيات المناسبة زي ما بنعرف إحنا أعداد المركبات عم بتزيد حولينا بشكل مهول أعداد السكان بتزيد كمان بالأردن بشكل مضطرد ومتزايد أعداد الأجانب والعرب القادمين للأردن كبلد يشهد ظروف معينة من الأمن والأمان يعتبر كمان جاذب للدول العربية والأجنبية وبالإضافة للمركبات الأجنبية اللي بتدخل للبلد مع هذول السياح كل هذا يشكل عبئ على نحكي على ساعة الطريق الموجودة عندنا الشوارع ما في مجال أنه نوسع أكثر من الموجود فحجم المروري يزيد مقابل الساعة الشارع ليس تتحمل فكل هذا يشكل عبئ على رقباء السير وعلى إدارة السير بشكل عام وعلى الإدارات المرورية أنه تحاول تخفف من هذه الإزدحمات وهذه المشاكل بطرق رقابية بطرق تنظيمية بحيث أن نتواكب مع العملية وما نعمل أي زحمات إن شاء الله في الأردن هلأ تم إشراك الشرطة النسائية بالعملية المرورية بالألفين وثلاثة وكنا من أوائل الدول العربية اللي عندها رقيب سير من الشرطة النسائية هلأ كيف عم بيلاقوا هم يعني الشرطيات نفسهم كيف عم بيلاقوا حالهم كيف عم بتلاقوا ردود فعل المجتمع فكرة إشراك الشرطة النسائية في العملية المرورية لكن في هذه الفترة كان لظروف اجتماعية معينة ما نجحت الفكرة وما استمرت ردوا في التسعينات مرة ثانية حاولوا أنه برضو يدخلوا الشرطة النسائية في العملية المرورية لكن هالمرة نحصر عملهم في العمل المكتبي برضو لسه الميداني ما كنا داخلين في الألفين وثلاثة بدأ إشراك الشرطة النسائية في العملية المرورية بشكل رسمي من خلال تسهيل وتنظيم حركة السير في الطرق كان عملها في أول الفترة بس ينحصر ضمن هذا المحور اللي هو تنظيم وتسهيل المرور بعد ما حسوا أنه فعلا الشرطة النسائية نجحت في الميدان ولاقت استحسان الجميع وأثبتت جدارتها بجانب الرجل في هذا المجال بدأوا يدربوهم على قيادة الدوريات وسيارات الدفع الرباعي وصار في عنا دورية بكامل طاقمها من الشرطة النسائية بال2007 تقريبا دخلوا أو ألحقوا بنات شرطة نسائية بدورة التحقيق المروري في التحوادث فأيضا أصبحوا في محطات التحقيق المروري يوجد شرطة نسائية خاصة إذا الحادث كان أحد الأطراف فيه فتاة سواء كانت سائق المركبة أو لا سمح الله كانت مصابة ضمن الحادث ويكون في معنى شرطية في محطة التحقيق المروري بتعرف تتعامل وخبيرة في هذا الموضوع سهل الموضوع بصراحة كتير ولاقى استحسان كمان المواطنين برضو بنفس السنة دربوا ناس على قيادة الدراجات فصار في عنا قائد دراجة طبعا قائد الدراجة بتميز عن الموشاة في الموقع أنه بيكون حركته أسهل وأسرع من السيارة وأسرع من الموشاة يعني في حال وجود أي ازدحام مروري في أي منطقة فبالدراجة ممكن تتحرك بسهولة أسرع ما يروح واحد موشاة على الموقع في الاتحام أو أسهل ما تروح السيارة اللي أتطلع أنه نحن هلأ بشهر أربعة يعني قربنا نخلص شهر أربعة ومقبلين على الصيف نحن بالصيف شهر ستة بيأتي كتير ضيوف عندنا من الدول العربية وكتير بتزيد عدد السيارات وهي أصلا زايدة عندي سؤالين سؤال أول حبيبنا أنه حضرتك رئيسة قسم الدراسات في إدارة السير المركزية لما عم تعملوا دراسات سنوية أمتى الأشهر اللي بالفعل بتزيد فيها حوادث السير هو فعلا في حوادث السير بتزيد أكتر شي في فصل الصيف يعني شهر تقريبا ستة سبعة ثمانية بيكون في زيادة ملحوظ في الحوادث قدي ملحوظ يعني مثلا والله كنسبة يعني أنا مش رح أعطيكي رقم بيكون مش مزبوط بس إحنا عادة في بداية فصل الصيف يعني في هذا الشهر في شهر أربعة يتم إعداد خطة خاصة في فصل الصيف بيكون حاسبين أنه كم المتوقع دخول المركبات وين المواقع الإزدحامات طبعا إحنا بنعرف المناطق السياحية في الأردن أو مناطق التسوق هي اللي بتشهل إزدحامات خلال فصل الصيف من قبل السياح طبعا إحنا بنحكي فبتم التركيز عليهم بأنه بنعزز الرقابة المرورية في هاي المواقع حتى أنه يعني نحاول جد ما نقدر أنه نخدم السائح وبرضه ما نضايق المواطن موجود في البلد في دائما زي ما تقولي تعليق أو رأي بتردد كتير أنه ما بخالفوا السيارات العربية الزائرة لأنهم ضيوف يعني أنا مثلا ما بعرف مدى دقة هاي الملاحظة بس من ملاحظاتي أنا كتير بالصيف بلائي بتكون عادة السيارات كتير كبيرة وبيدخلوا مثلا بالشارع بتشارع فرعي لشارع رئيسي بطريقة جنونية بتجاوزوا بطريقة جنونية وكونها السيارة كبيرة وحجمها كبير فبتحسي أنه فيه استهتار للشارع استهتار للمشالي بالشارع فأدي مدى صحة المعلومة اللي أنا عم بحكيها هلأ إنه ما فيه مخالفات لهم يعني لا أخوة تقريبا فيه مخالفات بس إحنا كيف طبيعة المخالفة سواء كان طبعا سائح أجنبي أو عربي أو يعني مواطن هو مخالف بغض النظر بس هي طبيعة المخالفة كيف تبدأ هي بتبدأ أولا تنبيه يعني بنبفوه مثلا أنه والله أنت هاي مخالفتك كده كده بتحاول ما تكررها يعني مرة على مرة المفروض أنه الإنسان خلاص يعني يبوصل لها مرحلة هلأ بصراحة على الكل وإلا بس على السوء لا لا بصراحة على الكل حتى المواطنين يعني في كتير مواطنين أنه أول مرة مثلا أنت مش حط حزام الأمان والله أنت مش حط حزام الأمان هو وجد لخدمتك وجد لمصلحتك وجد لسلامتك فإنه بحطه بنحس أنه في بعض الناس بستجيب وبعض الناس ما بستجيب فلما بستجيب نضطر نخالفه لأنه يعني هي زي ما حكيت لك هي عملية ضبط للعملية والمخالفة مش القصد منها المخالفة بقدر ما هي تعديل السلوك وإحنا بنعرف في بعض الناس يعني الشخصية الإنسانية بتختلف من شخص لشخص حدا بيجي بالكلمة ممكن تحكيره عن شغلة يعني بطريقة سهلة بيستوعب الموضوع وبتقبلها منك في حدا في بعض الشخصيات الإنسانية لأبدها أسلوب الردع والعقاب حتى أنها تلتزم في هذا الموضوع فهي أنه المخالفة فيه مخالفة للسيارات الأجنبية وخصوصا المخالفات المتحركة يعني المخالفات المتحركة مثلا اللي بتأدي إلى وقوح حوادث اللي هي مخالفات المسارب التجاوز الخاطئ قطع الإشارة الضوئية السرعة هاي المخالفات كلها تعتبر خطيرة وتقريبا يعني هلأ إحنا عندنا الكاميرات الموجودة على الشوارع وعلى الإشارات الضوئية ما بتميز أنه هاي سيارة أردنية ولا سيارة أجنبية هي بتلتقط الصورة وبتخالف بغض النظر شوه جنسية السيارة شكرا ملازم أول سوها بلاونة من رئيسة قسم الدراسات في إدارة السير المركزية بتشكرك على هالمعلومات اللي كتير مهمة وبالفعل حضرتكم ترفعوا الراس يعني جميع الإناث في مواقع عملهم أينما كانوا أهلا وسهلا فيك شكرا كتير لك شكرا